حاجة انها تخرج الماء الزائد من الجسم لاحتوائها على تركيزات عالية من البوتاسيام الذي يحل محل الصوديام داخل الخلايا فيخرج الماء الزائد عن طريق الجهاز البولي مما يؤدي الى انقاص الوزن الكلام ده يا جماعة في منتقى الأهمية لسبب لان في ناس كتير جدا مشكلتها ان هي في طول النهار عمالة خزم مائية طول النهار عمالة خزم مائية وعشان كده يا جماعة في حاجة مهمة يعني في ناس كتير جدا بتاكل أملح كتيرة فلما بتاكل أملح كتيرة بتلعي الجسم مخز المائية لما بناكل التلبينة التلبينة فيها كمية بوتاسيام عالية جدا فالبوتاسيام يخش محل الخلايا يخش محل الصوديام وبالتالي يخلي الماء الزائد يبتدي يطلع من الخلايا ولما يطلع من الخلايا خش في الجهاز البولي يبقى انقدر نتخلص منه فبيقلل من الوزن الى ابعاد الحدود كيفية اتباع النظام الغذائي للرجيم يتم تناول 40 جرام من التلبينة كل صباح 40 جرام يعني 4 معالق كبيرة بدل من وجبة الافطار لمدة 4 سبيع مع ممارسة الرياضة المعتادة اللي هي المشي العادي والنتيجة انقص الوزن بقدار 6 كيلو جرام وسطيا خلال هذه الفترة مع عدم الشعور بالجوع او الارهاق اللي سبب لان احنا عناعرف ان التلبينة بتحتوي على كل المكملات الغذائية او كل الحاجات اللي احنا بنحتاج